السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثامن في درسنا لهذا اليوم وعنوانه البيع الآن سوف نتعرف على مفهوم البيع وما حكمه وما هي أركانه وما هي شروطه وأحكامه وآدابه بداية سوف نتحدث عن مفهوم البيع ما هو البيع برأيكم أحسنتم البيع هو عملية مبادلة لسلعة يمتلكها البائع مقابل مبلغ من النقود كلنا نعلم ما هو البيع فإذن البيع هو عملية متبادلة لسلعة يمتلكها البائع مقابل مبلغ من النقود ما هو حكم البيع في الدين الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية هل هو جائز أم غير جائز أحسنتم حكم البيع جائز ومشروع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء المسلمين ما هو دليل ذلك؟ نعم صحيح يقول الله سبحانه وتعالى أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا هذه الآية تدل على أن حكم البيع في الدين الإسلامي هو جائز شرع والآن من يعدد لي ما هي أركان العقد؟ نعم يتكون أركان عقد البيع من ثلاثة أركان رئيسية وهي العاقدان ومحل العقد وصيغة العقد من هم العاقدان يا ثامن؟ أحسنتم العاقدان هما البائع والمشتري محل العقد وهو الركن الثاني من أركان البيع أو عقد البيع يعتبر قسمان له المبيع والثمن المبيع وهي السلعة والثمن وهي قيمة السلعة الركن الثالث من أركان البيع وهو صيغة العقد صيغة العقد أيضا تنقسم إلى قسمان رئيسيا صيغة قولية وصيغة فعلية ما هي الصيغة القولية؟ أحسنتم هو اتفاق البائع والمشتري على البيع قولا يعني بالتحدث وتسمى الصيغة القولية أما الصيغة الفعلية فهي أن يتم البيع والشراء بين الطرفين بأن يدفع المشتري البائع ثمن السلعة ويأخذها من غير التلفظ بأي صيغة إذن صيغة العقد تنقسم إلى قسمان وهما الصيغة القولية والصيغة الفعلية الآن صيغة العقد مرة أخرى ما هي أنواع صيغة العقد يا ثامن أحسنتم كما قلنا الصيغة القولية والصيغة الفعلية ما هي الصيغة القولية مرة أخرى؟ أحسنتم الصيغة القولية هي الصيفة الإيجاب والقبول كلمتان أسلسية الإيجاب والقبول ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ الإيجاب هو قول البائع بعتك هذه السلعة مثلا بألف دينار القبول بأن يقول المشتري قبلت أو اشتريت إذن الصيغة القولية هي إيجاب وقبول تمام؟ الآن الصيغة الفعلية أحسنتم كما قلنا وأن يتم الشراء بين الطرفين بأن يدفع المشتري الثمن ويأخذ السلعة بدون التلفظ بأي صيغة ما وهذه تعتبر الصيغة القولية الآن ما هي شروط البيع؟ شروط البيع لا يكون البيع صحيحا إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط فإذا فقد شرط واحد من هذه الشروط يعتبر هذا البيع باطلا والآن لنتعرف على هذه الشروط الشرط الأول وهو أحسنتم التراضي بين المتبايعين نحن قلنا المتبايعين هما يعتبران العاقدان وهما البائع والمشتري أي يجب أن يكون هناك تراضي وموافقة من الطرفين على هذا البيع فلا يجوز أن يكون البيع بالإكراه ما هو دليل ذلك؟ أحسنتم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ إذن هذا الدليل يحثنا أو يقول لنا أنه لا يجوز أن يتم البيع وأن البيع يكون باطلاً في حال كان الإنسان مكرهًا على هذا البيع من أحد الطرفين سواء كان البائع أو المشتري الشرط الثاني أحسنتم أن يكون المتبايعين ممن يحق له التصرف بالمال طيب من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم التصرف بالمال؟ أحسنتم المجنون أو السفيه هؤلاء الشخصان إذا باع سلعة معينة فبيعه ما باطل لأن المجنون لا يدرك فهو ليس مكلف بأي فهم من الأفعال ولا تستطيع أن تعتمد عليه بأي شيء فبالتالي هو غير مكلف ولا يحاسب فلا يجوز بيعه أما الإنسان السفيه فهو من؟ أحسنتم السفيه هو الشخص الذي لا يدرك أو الذي لا يحسن التصرف في المال إذن المتبايعين لهما البائع والمشتري يجب أن يكون شخصين يحق لهما أن يتصرفان بالمال تمام الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به ما هو المبيع؟ أحسنتم وهي السلعة فلا يجوز بيع المحرمات كالمسكرات والمخدرات أيضا نعم أن يكون البائع مالك للسلعة قادر على تسليمها للمشتري أي البائع الذي سوف يبيع السلعة يجب أن تكون ملكا له ويستطيع تسليمها فلا يجوز للشخص مثلا أن يقول بعتك طيرا في السماء أو بعتك سمكا في البحر أو سلعة مفقودة ليست بملكة الشرط الرابع أو الخامس هو أن يكون محل العقد وهو أن المبيع والثمن معلوما للمتعاقدين فلا يصح قول بعتك ما في الصندوق والمشتري لا يعلم ما في داخل الصندوق أو يقول اشتريت منك السلعة بما في جيبي أو بما أملك من أموال في البنك مثلا وهو لا يعلم ما هي قيمة المال الذي يملكه فيجب أن يكون محل العقد واضحا الآن لدينا هنا سؤال هل يجوز للصبي المدرك البيع والشراء؟ من هو الصبي المدرك بداية؟ أحسنتم الذي عمره سبع سنوات ويحسن التصرف هذا الشخص يعتبر صبي مدرك متى يجوز للصبي المدرك أن يتصرف في المال أو يكون جائز له البيع؟ أحسنتم يشترط أن يكون هذا الصبي مأذونا له من وليه أو من أبيه تمام؟ إن يجب هذا الصبي أن يكون قد أخذ الإذن من والده أو من الولي ويجوز له أن يبيع في الأمور البسيطة جدا ليس في الأموال الباهضة أو في المشتريات الباهضة الثمن ما حكم البيع والشراء من غير المسلمين؟ هل يجوز لنا أن نبيع ونشتري من غير المسلمين؟ أحسنتم يجوز البيع لغير المسلمين والشراء منهم فالإسلام لا يعتبر شرطا من شروط صحة البيع طيب الآن ما هي أعذاب البيع؟ أحسنتم بداية حدم الغش والتطفيف في البيع أشيء التطفيف في البيع؟ يعني تقليل الوزن أو زيادته السماحة في البيع والشراء يجب على الإنسان أن يكون متسامح في البيع والشراء ثالثا التجاوز عن المحسرين يعني الأشخاص الذين لا يملكون المال أو الذين يشترون بالدين من الآداب هي ليست شروط ولكن من الآداب أن نيسر علي المحسرين إذا كان شخص لا يملك المال فمن الأفضل من الآداب أن نعفو عنه أخيرا الإبتعاد عن كثرة الحلف في البيع إذا الإنسان اعتمد كثرة الحلف في البيع فإنه يعتبر كاذب الآن لدينا هنا مجموعة من الآيات سوف نرى ما هي دلالة كل آية من الآيات التالية وأحل الله البيع وحرم الربا ما هي دلالة هذه الآية؟ أحسنتم أن البيع مشروع في الكتاب والسنة والإجماع ما دليل آية؟ ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما نعم عدم صحة بيع وشراء السفيه كما قلنا ما هو ركن عقد البيع المرتبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراض أو طراض نعم التراضي في بين المتبايعين هنا لدينا سؤال لماذا يشترط في البيع التراضي؟ أحسنتم لأنه لا يدوز البيع بالإكراه بدليل وإلا أن تكون تجارة عن طراض منكم الآن لماذا يشترط في البيع أن يكون البائع مالك للسلعة وقادر على تسليمها؟ نعم أحسنتم لأنه لا يصح بيع الشيء غير المملوك أو غير المقدور على تسليمه الآن لدينا مجموعة من البيوع وسوف نجد الخلل الموجود فيها باع جواد هاتف والده من غير علمه هل البيع صحيح أم باطل؟ أحسنتم باطل لماذا؟ لأن جواد غير مالك للسلعة أكره رجل جاره على بيع بيته له البيع أحسنتم باطل لأنه وقع بالإكراه اشترى رجل سيارة من تاجر واتفقا على أن سعرها كل ما يملك المشتري من مال في البنك وهو لا يعلم كم رصيد المشتري نعم أحسنتم البيع هنا باطل لأن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما للبائع والمشتري باع رجل ما ستنتجه أرضه من محصول القمح في السنة القادمة بألف دينار وقبض الثمن نعم البيع باطل لأنه من شروط صحة البيع القدرة على التسليم ومحصول الصن القادمة ليس بيده للبائع الأمان هنا لدينا مثال يتوضح فيه أركان عقد البيع المثال هو باع سامر لصديقه وسام قائلا بعتك سيارتي بخمسة آلاف دينار فقبل بها وسلم وقال قبلت قبلت دفع ثمنها لسامر وتسلم السيارة ما هم الأركان الموجودة هنا؟ الأركان كما قلنا هي ثلاثاء العاقدان ومحل العقد وصيغة العقد العاقدان هما في هذا المثال هو سامر ووسام محل العقد وهو السلعة والثمن السلعة ما هي؟ نعم أحسنتم السيارة وثمنها هو؟ نعم صحيح خمسة آلاف صيغة العقد هي صيغة قولية صيغة فعلية؟ أحسنتم صيغة قولية أحسنتم صيغة قولية